نكمل يا سابع خلينا نشوف سؤال أتحقق من فهمي الموجود بصفحة 71 بحكي لي أرسم المثلث ABC الذي إحداثيات رؤوسه A-0-2, B-2-1, C-2-1 في المستوى الإحداثي ثم أرسم صورته تحت تأثير تكبير مركزه نقطة الأصل ومعامل التكبير له عبارة عن 4 نقلت هاي النقاط أو هاي النقاط الثلاثة هون عندي على الدفتر وحكى لي معامل التكبير هو عبارة عن 4 شو يعني معامل التكبير على 4 يعني كل نقطة من النقاط بدي أضرب الإحداث السيني والإحداث الصادقي لها بمعامل التكبير بمسك النقطة الأولى اللي اسمها C باجي بضرب الإحداث السيني سالب 2 ضرب 4 بتصير سالب 8 سالب 1 ضرب 4 اللي هي عبارة عن سالب 4 هاي يصير اسمها C فتحة تمام هلأ B اللي كانت بضربها برضو ب4 يساوي هلأ احداث السيني ضربه بمعامل التكبير 4 6x4 cuzh8 5x4 6x4 5x4 6x4 8x4 7x4 أول خطوة نقوم بتعيين إحداثيات النقطة أو إحداثيات هذا المثلث قبل إجراء عملية التكبير إله تمام؟ اللي هي عبارة عن A و B و C الأصليات A كانت عبارة عن 0-2 أول شي بعد ما رسمت محور السينات و محور الصادات بدي أجي أحط الأرقام عليها طبعا هنا 1-2-3 للمالة نهاية سالب 1-2-3 للمالة نهاية هون موجب 1 موجب 2 موجب 3 سالب 1 سالب 2 سالب 3 وللمالة نهاية هلأ نجي نعين النقاط الأولى أو النقطة الأولى اللي كان اسمها C C هي عبارة عن سالب 2 سالب 1 إذن عند محور السينات سالب 2 و عند محور الصادات سالب 1 إذن معناته رح تكون النقطة هون شو اسمها C؟ هاي النقطة الأولى قبل طب النقطة B قبل لسا أنا بقوم بعملية التعيين قبل إجراء التكبير B اللي هي 2 سالب 1 يعني السينات 2 والصادات سالب 1 معانته رح تكون هون B وآخر إشي A اللي هي 0-2 صفر السينات و 2 الصادات معانته رح تكون A اللي هي عبارة عن هاي النقطة هاي النقاط شو بعمل فيها؟ باجي بوصلها A مع B و B مع C وثم بغلق هذا المثلث إذن هاي بدي أجي أوصل النقطتين A مع B ومن ثم B مع C وآخر إشي بغلق هذا المثلث تمام يا مس هلا بدي أجي أرسم المثلث بعد إجراء عملية التكبير بمعامل تكبير مقداره 4 قلنا أول نقطة صار اسمها C فتحة لإحداثياتها سالب 8 سالب 4 إذن السينات سالب 8 وين السالب 8 هاي نكمل معتون سالب 3 سالب 4 سالب 5 سالب 6 سالب 7 وآخر إشي هون سالب 8 سالب 8 وقال لي سالب 4 معناته هون بدي أزيد كمان واحدة سالب 8 هاي السينات سالب 8 وصهدات سالب 4 معناته النقطة رح تكون هون اللي اسمها C فتحة إذن هاي النقطة اسمها C فتحة النقطة الثانية اللي هي B فتحة إحداثياتها 8 سالب 4 معناته محور السينات بدي أزيده لعند الثمانية هاي 4 5 6 7 وهاي الأخير اللي هي عبارة عن الثمانية إذن 8 سالب 4 والسالب الأربعة هيها تحت معناته رح تكون هاي النقطة اللي هي اسمها عبارة عن B فتحة آخر نقطة لأي فتحة اللي إحداثياتها 0 8 يعني 0 عند السينات وتمانية عند الصلاة معناته بدي أزيد صلاة لحد ما أوصل للتمانية هاي 4 5 6 7 وآخر إشيه 8 إذن 0 لعند الثمانية الصفر لعند الثمانية هون معاته هون رح تكون عبارة عن A فتحة هلأ برجي بوصل ما بين النقاط الجديدة بعد التكبير A فتحة مع B فتحة النقطتين مع بعض A فتحة مع B فتحة ومن ثم B فتحة مع C فتحة وآخر إشي بسكر هذا المثلث C فتحة مع A فتحة إذن هذا هو المثلث بعد إجراء عملية التكبير له بمعامل تكبير مقداره 4 تمام يا ميس؟ إذن هيك خلصنا مثال رقم 2 وسؤال أتحقق من فهم الموجود بالأسفل هلأ بنا نشوف مع بعض مثال رقم 3 نقرأه مع بعض يا سابب بمثال رقم 3 يبين الشكل المجاور عندي المثلث اللي اسمه OAB وصورته بعد إجراء عملية التكبير اللي صار اسمه المثلث OCD الناتج عن تكبير مركزه نقطة الأصل هاي نجي نطلع على الرسمة هون طلعنا على الرسمة هون واضح إنه هدول هذا هو عبارة عن المثلث القديم رح ألونه باللون الأزرق عشان نجي نفرق فيه هذا هو عبارة عن المثلث القديم قبل إجراء عملية التكبير إله كان مركز التكبير اللي هو عبارة عن 00 نقطة الأصل وكانت عبارة عن النقاط الثلاث هيتمثل إحداثيات المثلث A و B وهذا المثلث بعد ما أغلقه بكون عندي مثلث صغير تمام قمت هذا المثلث بإجراء عملية تكبير إله بمعامل تكبير مقداره معين لسه أنا مش عارفه ونتج عندي هذا المثلث الكبير اللي ملون باللون الأحمر هذا المثلث الكبير قصده بعد إجراء عملية التكبير هذا المثلث اللي ملون باللون الأحمر الإحداثياته C و D ونقطة الأصل اللي هي عبارة عن 00 بدي أشوف المطلوب الأول من هذا المثال بدي أوجد معامل التكبير أول ما عرفنا يا ميس الدرس أول ما عرفنا في صفحة نرجع لصفحة 69 حاكي لي أنه دائما بينتج عندي صورة جديدة للشكل هاي الصورة الجديدة مشابهة للشكل الأصلي القديم ما يعني أن أطوال الأضلاع المتناظرة متناسبة شو يعني أطوال الأضلاع المتناظرة متناسبة يعني حاصل قسمة الضلعين المتناظرين يساوي حاصل قسمة باقي الأضلاع المتناظرة بقيمة معينة هاي القيمة معينة كنا نسميها كمعامل قياس بس هسا صرنا نسميها كيه هي معامل التكبير أما الزوائل المتناظرة متطابقة تسمى النسبة هاي نركز على هاي الجملة تسمى النسبة بين طول ضلع الصورة الجديدة وطول الضلع المناظر له في الشكل الأصلي إذن لا تسمى النسبة بين طول ضلع الصورة القديمة وطول ضلع المناظر له في الشكل الأصلي معامل التكبير إذن حاصل قسمة الضلعين المتناظرين بالشكل القديم والشكل الجديد الصورة بعد التكبير بينتج عنده معامل التكبير اللي هو سميناه K برضه معناته عشان أطلع أنا معامل التكبير K اللي هو المطلوب الأول بوجد أي ضلعين متناظرين وبقسمه مع بعض وبوجد تلقى عندها باجي بطلع معامل التكبير اللي هو طالبه تمام؟ إذن يا ميز خلينا نيجي ننقل هذا المثال هون عندي على الدفتر ونيجي نحله مع بعض إذن هذا عبارة عن مثال رقم 3 اللي موجود بصفحة 71 إذن عشان نحله باجي باختار أي ضلعين متناظرين وبعمل عملية قسمه للضلعين المتناظرين معلومين أطول الأضلع المتناظرين المعلومة تمام؟ هلأ باجي على الضلع حاد مش هذا المثلث الكبير هذا المثلث الكبير إحنا دائما بنقسم الضلع الكبير على الضلع الصغير هذا الضلع الكبير شايفينه اللي هو اسمه OC كم طوله يا ميز؟ طوله دائما هو عبارة عن عدد الخطوات اللي ارتفحها هون واضح إنه الإحداث السيني لكي لهما صفر معناته طوله هو عبارة عن الإحداث الصادر لآخر إيش وصل له؟ يعني هاي المسافة من هون صفر لحد ما وصل له وين لأربعة معناته كم المسافة من عند O لعند السي اللي هي عبارة عن أربعة سنتيمتر إذا كنا نتعامل معها بالسنتيمتر تمام؟ هاي أخدت أول الضلع اللي هو الضلع الكبير هذا الضلع الكبير يناظر هذا الضلع الصغير في المثلث القديم طب هذا المثلث القديم كم طوله؟ واضح إنه طوله مشي من عند الصفر لعنده تنن خطوتين معناته طوله اتنين معناته لو آجي أقسم الضلع اللي اسمه يامس إذن طول الضلع اللي اسمه O C على طول الضلع اللي اسمه O A بينتج عندي أربعة تقسيم اتنين ويساوي اتنين هاي اللي اتنين هي معامل التكبير اللي هي عبارة عن K وأنا بهذا الحل وجدت معامل التكبير مفهوم؟ إذن هاي أنا وجدت رقم واحد من مثال رقم ثلاثة اللي هو بدي أوجد معامل التكبير هذا المطلوب الأول بدنا نشوف المطلوب الثاني تمام هلأ في طريقة تاني لإيجاد معامل التكبير ذاكرها بالسؤال وهي عبارة عن الإحداث الصادي الإحداث الصادي للأضلاع المتناظرة هلا بنقرأها مع بعض افتح لكتابك على صفحة 72 بولي في صفحة 72 في عنا طريقة ثانية عشان أوجد النسبة بين الإحداثي بين الإحداثي Y للرأسي والإحداثي Y للرأسي يعني بقول لحالي عشان أوجد معامل التكبير بأخذ أي ضلعين متناظرين حكينا هذا الضلع الكبير يناظر هذا الضلع الصغير بأخذ الإحداث الصادي للنقطة C مش هاي عبارة عن الرأس هاي الرأس هذا الضلع هاي الرأس هاي السي بأخذ الإحداث الصادي إلها كم الإحداث الصادي إلها أربعة طب هاي النقطة A الإحداث الصادي إلها كام الإحداث الصادي إلها اتنين وبقسم الإحداث الصادي للنقطة C على الإحداث الصادي للنقطة A وبأوجد منها معامل التكبير انت حر بتختار الطريقة اللي بتريحك والطريقة اللي بتناسبك تمام؟ ماشي يمس هلأ بنا نشوف المطلوب الثاني حكينا المطلوب الثاني بدي أوجد إحداثيات الرأس D إحداثيات الرأس D نرجع على الرسمة هاي النقطة D وين المطلوب بدي أوجد إحداثيات هاي النقطة D تمام هلأ واضح يا ميس أني أنا وجدت معامل التكبير كم طلعنا معامل التكبير اللي هو عبارة عن اتنين عشان أوجد إحداثيات النقطة D هاي كان اسمها B وأصبح اسمها الجديد عبارة عن D بينما A كانت اسمها القديم A وأصبحت اسمها للجديد عبارة عن Z تمام؟ معناته D كانت بالأصل عبارة عن B قبل ما أجري عملية التكبير طب إحنا حكينا أي نقطة عشان أجري عليها عملية التكبير شو بعمل فيها بمسك الإحداث السيني إلها والإحداث الصادي إلها وبضربهم بمعاملة التكبير اللي طلعنا قبل شوي معناته يامس النقطة B عندي هاي القديمة اللي كانت إحداثياتها 3.0 لما أضربها بمعاملة التكبير اللي طلعنا بفرع رقم 2 2 بعطيني إحداثيات النقطة D اللي هي المطلوبة يلا نيجي نضربها مع بعض 3 ضرب 2 اللي هي عبارة عن 6.0 ضرب 2 اللي هي عبارة عن 0 معناته شو إحداثيات النقطة D إحداثيات النقطة D اللي هي عبارة عن 6.0 مفهوم يا سابع لهون وهيك بيكون انتهى الجزء الثاني من درسنا لليوم خلينا نيجي نحدد مع بعض الواجب البيتي الواجب البيتي يا ميس راح يكون نفتح كتابنا على صفحة 73 راح يكون السؤال السادس والسؤال السابع من صفحة 73 إذا الواجب البيتي السؤال السادس والسؤال السابع من صفحة 73 زائد السؤال الخامس الموجود بصفحة 23 إذن السؤال السادس والسابع من صفحة 73 والسؤال الخامس من صفحة 23 ويعطيكم ألف عافية